اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الخامسة من دورة تعليم برنامج فوتوشوب في هذه المحاضرة راح نتعلم الفروقات الشائعة بين التصميم المطبوع والتصميم المعروض مع بعض التطبيقات عليها حتى نعمل تصميم لابد لهذا التصميم أن يأما يكون مطبوع ينطبع على الطابعة يأما يكون مهروض ينعرض على الشاشة ورح نذكر أمثلة حول التصميم المطبوعة وأمثلة حول التصميم المعروضة لكن مبدئيا التصميم الذي تعرض على الشاشة تسمى تصميم معروضة والتصميم الذي تطبع على الطابعة تسمى تصميم مطبوعة أول فرق من فروقات التصميم المطبوع والتصميم المعروض هو وحدة القياس وحدة القياس في التصميم المطبوع تكون سنتيمتر أو تكون مليمتر أو تكون متر أما وحدة القياس الخاصة بالتصميم المعروض تكون بالبيكسل والبيكسل هي وحدة قياس دقة الصورة وناخذ مثال ما هو البيكسل نفرض هذه الصورة لو كبرنا الصورة بحجم كبير لو كبرناها لاحظ أنه هذا المربع كل مربع من هذه المربعات هو يسمى بيكسل وحيث أن مجموع هذه المربعات رح يكون لنا الصورة وطبعا يأما يسموه بيكسل يأما يسموه نقطة فمجموع هذه النقاط رح تكون لنا الصورة وطبعا هذه النقاط ممكن تكون ألوان ملونة ورح تنجمع هاي الألوان تكون لنا الشكل النهائي للصورة هذا هو البكسل ووحدة قياس الصورة أو التصاميم المعروضة تكون بالبكسل الفرق الثاني هو النظام اللوني النظام اللوني في التصاميم المطبوعة يكون CMYK CMYK سيان ماجينتا يالو بلاك طبعاً هذه الألوان الأربعة الخاصة بالطابعات ويكون يفضل النظام اللوني للصور المطبوعة بهذا النظام وهو CMYK النظام اللوني في التصميم المعروض يكون RGB طبعاً RGB هو أحد الأنظمة اللونية ويفضل لما نعمل تصميم معروض على الشاشة يكون النظام اللوني الخاص بهذا التصميم RGB وإن شاء الله بالأيام القادمة رح نشرح هذا النظام بالتفصيل الممل هو والنظام CMYK وبقية الأنظمة مثلاً Grayscale أو Bitmap وهاي الألوان إن شاء الله كلها رح نشرحها بالتفصيل الممل الفرق الثالث هو الدقة الدقة تكون 300 بيكسل على إنج 300 بيكسل على إنج طبعاً يعني شون 300 بيكسل على إنج يعني معناها لكل إنج مربع لكل إنج مربع رح يحتوي على 300 نقطة أو 300 بيكسل كل إنج مربع يحتوي على 300 بيكسل وطبعاً هذه عدد البيكسلات كل ما تزداد داخل المساحة كل ما دقة الصورة تكون أفضل الفرق الثالث بيه التصميم المعروض اللي هو أيضاً الدقة الدقة تكون 72 أفضل دقة للتصميم المعروض هي 72 بيكسل على إنج يعني شون 72 بيكسل على إنج؟ يعني لكل إنج 72 بيكسل فإياهما أفضل 72 بيكسل أمن 300 بيكسل أكيد 300 بيكسل لأن عدد أكثر ومثل ما نوهنا أنه كل ما تزيد عدد البيكسلات كل ما الدقة تكون أفضل هذه طبعاً ثلاث فروقات لازم تنتبهونها ولازم بالبداية تحددون تصميمكم وراح يكون مطبوع أم معروض إذا كان مطبوع راح تشتغلون بهذه المعاصفات وإذا كان تصميم معروض راح تشتغلون بهذه المعاصفات طبعاً وحدة القياس تكون سنتيمتر أو مليمتر أو متر النظام اللوني يكون CMYK اللي هو نظام رباعي اللون والدقة تكون 300 بيكسل على إنج أي إن كل إنج واحد يحتوي على 300 بيكسل أما التصميم المعروض وحدة القياس تكون 72 بيكسل أما التصميم المعروض وحدة القياس تكون بيكسل النظام اللوني يكون RGB وهو نظام لوني ثلاث الألوان الأساسي والدقة تكون 72 بيكسل على إنج أي إن كل واحد إنج يحتوي على 72 بيكسل طبعاً هذه أشهر الفروقات وهذا البوستر البسيط إن شاء الله راح ينشر بأول تعليق بالمحاضرة أمثلة على التصميم المطبوع مثلاً أولاً كرت شخصي كرت شخصي وطبعاً الكرت الشخصي يستخدم للتعريف الشخصي أو التعريف عن الشخص ثانياً غلاف كتاب وطبعاً لكل كتاب يجب أن يكون غلاف وهذا الغلاف يجب أن يكون مميز في تصميمه ويصمم بواسطة برنامج فوتوشوب بروشور وطبعاً إن شاء الله راح نتعلم شن هو البروشور طبعاً هذه بعض الأمثلة على التصاميم المطبوعة ناخذ أمثلة على التصاميم المعروضة مثلاً بروفايل فيسبوك بروفايل فيسبوك طبعاً يصمم بالفوتوشوب ويكون نوع معروض لأن راح ينعرض على الفيسبوك خلفية شاشة طبعاً خلفية الشاشة تصمم أيضاً بواسطة برنامج فوتوشوب أو مثلاً إعلان ممول إعلان ممول أيضاً يصمم بالفوتوشوب وينشر على الفيسبوك أي إنه سيعرض على الشاشة طبعاً هذه جزء من الأمثلة العملية على التصاميم المعروضة حتى ننشئ تصميم مطبوعة أو تصميم معروض لازم نلتزم بالقاعدة اللي قبل شوية كتبناها اللي هي الفروقات طبعاً حتى أنشئ تصميم جديد قالب مساحة فارغة حتى أنشئ عليها التصاميم من فايل نيوم وطبعاً راح تظهر لي هذه اللي هي اللوحة طبعاً فيما يخص هذه القائمة راح نشرح أهم هذه الأوامر بالبداية عدنا النيم اللي هو اسم التصميم مثلاً أنا راح أصنع تصميم مثلاً راح أصنع تصميم بروفايل فيسبوك أسمي مثلاً بروفايل فيسبوك طبعاً عدنا من هذه الخيارات اللي هي البرسيت خيارات قياسات مقاسات جاهزة مثلاً إنترناشنال بيبر إنترناشنال بيبر يحتوي على أنواع الورق الجاهزة مثلاً الاستندرات الخاصة بالأوراق A4 أو A5 أو A6 وهكذا راح نختار إحنا كاستم اللي هو قياس مخصص فيما يخص الوث والهايد طبعاً اللي هو ارتفاع الوث اللي هو عرض التصميم والهايد اللي هو ارتفاع التصميم على اليسار اللي هو القياس وعلى اليمين اللي هو وحدة القياس ومثل ما اتفقناه أنه إذا كان تصميم معروض راح نستخدم بيكسل وإذا كان تصميم مطبوع راح نستخدمي أما إنج أو سانتيمتر أو مليمتر طبعاً بما أنه هذا التصميم هو بروفايل فيسبوك راح ينعرض فإذا التصميم معروض وبما أنه معروض لازم الوحدة تكون بيكسل ونحدد العروض مثلاً 851 بيكسل وطبعاً يفضل بالبداية نحدد الوحدة وبعدين نحدد القياس والارتفاع راح يكون مثلاً 315 بيكسل طبعاً فيما يخص الريزيليوشن بما أنه التصميم معروض فإذا أفضل دقة هي 72 بيكسل على إنج والنظام اللوني أيضاً قلنا بما أنه التصميم معروض راح يكون أفضل نظام اللوني هو الار جي بي كولر طبعاً فيما يخص البيكراوند يأما يكون ويت يعني أبيض الخلفية الخاصة بالتصميم الجديد هو أبيض يأما يكون باكراوند كولر يعني نفس هذا اللون اللي هو بالباكراوند يأما يكون ترانسبيرت يعني شفاف فرح نختار أبيض بعدها أوكي راح ينفتح عندنا هذا التصميم واللي هو تصميم رجي بي يعني تصميم معروض راح ناخد تصميم مطبوع مثلاً بزنس كارت نقول كارت شخصي ورح يكون بما أنه كارت شخصي فرأي أما يكون سانتيمتوري أما مليمتور فرح نختار مثلاً سانتيمتور سانتيمتور طبعاً الكارت الشخصي عرضه 9 سانتيمتور والارتفاع 6 سانتيمتور وطبعاً أكيد الريزوليوشن لازم تكون 300 لأن تصميم مطبوع والنظام اللوني راح يكون CMYK ورح نختار الباكراوند كولار يعني راح يكون لون الخلفية بنفس هذا اللون الباكراوند ومثل ما تلاحظون أنه صار الخلفية بنفس لون الباكراوند نأخذ المثال الأخير اللي هو بنفس الترانسبيرد طبعاً رح نفتح عمل جديد مثلاً خلفية شاشة وطبعاً خلفية شاشة يعني معروضة يعني بيكسل والمقاس راح يكون مثلاً 1200 بيكسل والارتفاع 720 بيكسل أكيد الريزوليوشن راح تكون 72 والنظام اللوني راح يكون RGB ورح نختار ترانسبيرد يعني شفاف ومثل ما تلاحظون هذه المرضعات تعني أنه الخلفية شفافة طبعاً هذا هو الفرق بين التصاميم المعروضة والتصاميم المطبوعة وكيفية إنشاء تصميم جديد مطبوع أو معروض وتصميم جديد مطبوع وتصميم جديد شفاف وإن شاء الله في المحاضرات القادمة راح نتوسع بشكل أكثر في التصاميم ورح نأخذ أيضاً أمثلة عملية نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى